بسم الله الرحمن الرحيم معاكم مزدعاء ميكي ان شاء الله النهاردة يا ولاد مكملين في الكونسبت بتاعنا كونسبت 1-1 عن الادابتيشن اند سيرفايفل طبعا خلاص كلكم دلوقتي فاهمين يعني ايه ادابتيشن اند سيرفايفل النهاردة هناخد مع بعض عشان تبقوا عارفين هناخد اكتافيتي 6 اكتافيتي 7 اكتافيتي 8 محدش يقلب في كتابه ويقعد يشوف ايه الحاجات الكتير اللي هناخدها النهاردة هنمشي مع بعض واحدة واحدة المهم ان انتو هتفتحوا معايا دلوقتي بيجي 14 اتفقنا؟ طيب بس قبل ما ابتدي معاكم تعالوا نراجع شوية التو فيديوز اللي فاتوا اتكلمنا فيهم عن الانيمالز ادابتيشن بالتفصيل وقلنا ان الانيمالز عندهم 2 تايبز اوف ادابتيشن نوعين من التكايف مين هيقول اسموهم ايه؟ يلا نقول مع بعض STRUCTURAL ADAPTATION وBEHAVIORAL ADAPTATION يعني ايه؟ قلنا ان ال STRUCTURAL ADAPTATION يعني حاجة موجودة في جسم الانيمال بتساعده ان هو يادابت with the environment زي مثلا لما قلنا الفاتس in the body of the polar bear الفاتس اللي موجودة في جسم ال polar bear بتساعده ان يتكيف مع الجو البرد يبقى دي حاجة موجودة فين؟ في جسمه صح كده؟ طيب كمان درسنا عن الBEHAVIORAL ADAPTATION الBEHAVIORAL ADAPTATION وهي حاجة ليه علاقة بسلوك الانيمال نفسه لما قلنا مثلا ان الانيمال مثلا learned to eat everything الانيمال ده اتعود ان ياكل كل حاجة تقابله في سكته فاكرين مين الانيمالز اللي قلنا عليهم الكلام ده؟ الفانيك فاكسز والاركاتيك فاكسز صح ولا لأ؟ يبقى ده BEHAVIORAL ADAPTATION هو سلوك اتعلمه طيب يلا بقى نكمل النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض الBEHAVIORAL ADAPTATION تكيف النباتات هنحاول نستكشف وإحنا بنقرأ لتكست بتاعنا النهاردة يطرى الBEHAVIORAL ADAPTATION زي الانيمال ولا لأ؟ هم عندهم STRUCTURAL ADAPTATION يطرى عندهم BEHAVIORAL ADAPTATION فيه تصرف بيتصرفوه أو سلوك بيتصرفوه بيعملوه عشان يتكيفوا مع البيئة بتاعتهم هنستكشف ده النهاردة في التكست بتاعنا وإحنا بنقرأ يلا بينا نبتدي هنبتدي مع بعض دلوقت يا أولاد بPage 14 زي ما اتفقنا Page 14 بتقول ايه؟ Analyze like a scientist هنحلل النهاردة المعلومات اللي هنقراها زي العلماء بالضبط يلا بقى نشوف هنعمل ايه زي العلماء Plant Adaptations كلكوا طبعا عارفين يعني ايه؟ Plant Adaptations تكيف مين؟ النبتات You can find the plants growing in almost every place that sunlight shines غالبا يا أولاد بتشوفوا النبتات في كل مكان في شمس بتيجي ايه عليه Even the bottom of the sea ice in polar regions has tiny plants growing on it حتى في أعماق البحار اللي موجودة في المناطق القطبية هتلاقوا كمان نبتات صغيرة Like animals Plants have structural adaptations That help them survive and grow in different environments زي الحيوانات النبتات عندها ايه؟ Structural Adaptation يعني الادابتشن ده جزء موجود في النبات نفسه حاجة موجودة من ضمن أجزاء النبات هي اللي بتساعد ان هي تعمل ايه؟ تأدابت with the environment طيب ركزوا بقى في السؤال ده هستنى منكو اجابتو وانتو بتقروا لتكست Can plants also have behavioral adaptations? Read the passage that follows to find out يلا نشوف مع بعض هنتكلم النهاردة عن شجرتين الشجرة الاولى درسنا عنها قبل كده في Discover Grade 3 اسمها أكيش تري تعالوا نشوف بيقول لنا عنها ايه؟ Two terrific trees شجرتين يعني عظماء جدا حاجة كده عظيمة يعني Surviving on the southern african savana can be tough for many plants يعني ايه؟ بيكلمنا عن مكان اسمه southern african savana اهو southern african savana موجودة قدامنا اهيه في الصورة ده شكلها زي ما تقولوا كده مكان فيه نباتات قليلة جدا ما عادة هتلاقوا الأكيش التريهية اللي ظهره قوي طيب مالوا المكان ده ليه بيقول عليه طف ليه بيقول عليه مكان صعب for the survival of plants ليه بيقول ان صعب النباتات تبقى موجودة وعايشة على قيد الحياة كده في المكان ده مالوا المكان the temperature in this grassland habitat is mild درجة الحرارة في المكان ده معتدلة but the lack of water is extreme لكن المية فيه قليلة جدا 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 during the dry season بيعدي على المكان ده فصل من الفصول اسمه فصل الجفاف مفهوش مية خالص الفصل ده مدته قد ايه which lasts for half of the year بيقعد حوالي نص السنة يعني حوالي 6 شهور almost no rain falls مفيش مطرة خالص غالبا في الوقت ده كله يبقى النباتات بتعاني من ايه من lack of the water يبقى هم محتاجين يكون عندهم adaptation to survive with this weather لازم يكون عندهم تكيف مع الجو ده عايزة عامل معيكو حاجة قبل ما نكمل التاكست انا عايزة اعرفكو فين ال southern african safana مش عايزة تحفظو كده وخلاص عايزة يبقى مكانها محفور جوه دماغكو يلا نشوف سوا قدامنا هنا يا ولاد الجلوب الجلوب اللي هو اللي موجودة على وجه الارض اللي احنا عايشين عليه اخدنا ان فيه حاجة اسمها continence كارات كارات دولة سبعة ايه هم نورث امريكا سوذ امريكا افريكا يوروب ايجا استريليا انتركاتيكا تمام فين بقى southern african safana اللي بيكلمنا عن تعالوا نبص هنا grassland safana اهو ده مفتاح الخريطة اللي اخدته في الدراسات الجراس لاند سافانا موجودة باللون الاخدر الفاتح احنا عندنا الجراس لاند سافانا لو تاخدوا بالكم موجودة في قرات كتير في نورث امريكا وفي سوذ امريكا وفي افريكا وفي ايجا وفي استريليا بس احنا النهاردة بنتكلم عن مين عن السافانا اللي موجودة في افريكا يعني الجزء ده اهو الاخدر الفاتح ده southern african سافانا متفقين يبقى الاكيش تري اللي بنتكلم عنها النهاردة موجودة هنا خلاص طيب لو تاخدوا بالكم الجزء ده اللي فيه السافانا قريب من حاجة خدناها درسناها اسمها الاكويتر او بالعربي خط الاستواء مين هيقول لي خط الاستواء ده بتبقى درجة الحرارة عنده عاملة ازاي والمية اخبارها ايه ايه الاخبار الجزء ده بتبقى درجة الحرارة عنده عالية والمية فيه بتبقى قليلة صح كده في فترة من فترات من السنة زي ما قال لنا هنا في الايه في التكست حبيت بس اوريكو شكل او مكان الافريكان سافانا او السازرن افريكان سافانا على الايه على الماب قدامنا طيب يلا بينا نكمل في التكست بيقول لنا ايه بيقول لنا يعني بسبب الجفاف دراوت يعني جفاف وجفاف يعني قلة المية في المكان ده اللي هو ستاذرن افريكان سافانا النباتات الكبيرة ما بتقدرش تمه لو تاخدوا بالكو مفيش هنا نباتات كبيرة هنا تعتبر حشائش صغيرة الوحيدة الواقفة نبات كبيرة وشجرة كبيرة هنا مين الاكيش تري بيقول لنا يعني ايه يعني بيقول لي لو وقفت على تب عالية كده على هضب عالية كده وبصيته من فوق على السافانا مش هتلاقوا غربست هي شنوع من من انواع الشجر نوع واحد شجرة كبيرة جدا هي اللي بتبعترة كده في المكان وطبعا كلنا عرفنا هي ايه اللي هي الاكيش تري اللي قدامي طيب عرفنا الاكيش تري بتعيش في شكلها عامل ازاي في هماية قليلة تعالوا دلوقتي هنستكشف هي ازاي بتقدر تعيش الادابتاشن بقى وركزوا في سؤال محتاجين تجاوبوا عليه الاكيش تري عندها بيهيفير الادابتاشن ولا عندها بس خلاص يا الله نرجز التانيم التكست اهي في الصورة الاكيشة دي بتعمل ايه بتعيش خلال فصول الجفاف عادي جدا ما بتموتش حتى في الوقت اللي مفهوش ايه مية يعني ايه بيقول لنا انه ورق الشجرة الصغنن ده الشجرة اللي على شكل امبريلا دي بيعمل ايه بيحمل جوا مية وهو كمان بيمتص السونلايت بيمتص دوق الشمس كلنا عارفين عشان اي نبات ينمو محتاج تلات حاجات ووتر سويل سونلايت مية وتربة ودوق الشمس هم دول الحاجات اللي لو توفرت النبات ده هيجبر طيب يبقى انا عندي بتعمل ايه hold in water خلاص طيب وبتعمل ايه كمان soaking up sunlight وبتمتص اشعة الشمس طيب السوكينج sunlight دي بتمتص لها ليه needed to make food عشان النبات يعمل الاكل بتاعه دي حاجة اسمها كده photo senses انيبقى ايه ان شاء الله ندرسها بعدين طيب one very long route عندها بقى جزر عميق وطويل تحت الارض الروت ده فيديته ايه في الادابتاشن الروت ده اسمه tap route الروت سانواع يا ولاد الجزور بتاعت الشجر انواع النوع بتاع الاكيش السريء اسمه tap route التاب route ده بيعمل ايه grows downward بينمو تحت الارض وبيتوغل وبينمو وبينزل تحت الارض على عمق جبير this route searches for water as deep at 35 meters below the surface بينزل على عمق 35 متر تحت الارض عشان ايه عشان يوصل لل underground water بقى دي تاني نوع من الادابتاشن the tiny leaves will tap route كل واحد فيهم بيعمل حاجة طب تعالوا نشوف تالت حاجة like a camel sorting fat in its hump واللي مش عارف يعني ايه اللي انا بقوله اهو الكامل ربنا خلقه عنده fat في الجزء ده في الحم ليه عشان لما يجوع والاكل ما يكونش متوفر الفات دي بتديله energy بتديله طاقة تفقنا طيب هو ايه بقى بيقول ايه عن الجمل احنا ملنا بالجمل بسه بيقول لنا like a camel storing fat in its hump the acacia tree stores water in its trunk اه ده حتى الترنك جزع الشجرة بتاع ال acacia tree بيعمل ايه بيخزن جوا الميا يبقى انا عندي tiny leaves holding in water ويه الترنك بتاع ال acacia tree كمان stores water in it ليه بقى عشان في dry season تلاقي ميا تستخدمها ان هي تعمل ايه تشرب وما تموتش يبقى عندنا كم type of adaptation لحد دلوقتي تلاتة tiny leaves tap root وال trunk متفقين يلا نكمل ونخش على ال page البعد كده ادي page 15 بس قبل ما نكمل انا عايزة اسألكوا سؤال هل لحد دلوقتي لقينا اي behavior adaptation عند ال acacia tree اتكلمنا عن tiny leaves اتكلمنا عن trunk اتكلمنا عن ال roots هل التلاتة دولة يعتبر behavioral adaptation ولا structural adaptation مين هيقول حاجة موجودة في الشجرة نفسها من parts of the tree تبا ايه structural adaptation طيب لزهر behavioral adaptation لا لسه مظهرش طب يلا نكمل فكروا احنا بنقر many plants in the savannah are eaten by animals for the water and nutrients they hold يعني في نباتات من اللي بيعيشوا في السافانة بيتتكلوا من الحيوانات لان الحيوانات بتلاقي جواهم water و nutrients مية وعناصر غذائية ما الحيوانات دي هي كمان عطشانة وجعانة وعايزة عايزة تتغزة في ال dry seasons بتقوم واكل النباتات دي طيب why is the acacia not one of them ليه l'acacia tree مش من النباتات اللي بتتاكل ليه الشجرة دي ما بتتاكلش من الحيوانات تعالوا نشوف اول حاجة first most animals except the giraffe can't reach high enough to get a mouthful اول حاجة معظم الحيوانات مش بتقدر تطلع لان لو تاخدوا بالك الليفز بتاعتها فين فوق خالص مفيش الليفز تحت كل اللي تحت ده وود اهو فالنباتات مش بتطول الحيوانات مش بتطولها معادة مين الجيراف يبقى فيه احتمال ان مين تاكل ال acacia tree الجيراف طيب تعالوا نشوف second بيقول لنا بيقول لنا شارب شارب سباينز جارد دا ليفز فروم هانجري ماوثز يعني ايه يعني فيها شوك الشوك ده بيحمي الشجرة من الحيوانات اللي جعانا لو تخيلوا كده الجيراف جات تفتح بقها ايه لها يحصل هتتشك في بقها ومش هتقرب ناحية ال acacia tree دي خالص اتفقنا طيب ايه كمان بيقول لنا ايه when an animal begins eating the leaves of the acacia تخيلوا كده جات الجيراف تحاول تاكل وبعدت عن الشوك وهتبتدي تاكل ايه اللي ممكن تعمله ال acacia tree the tree also begins to produce a poison that makes the leaves taste terrible ينهر ابيض الشجرة بتطلع سم بتفرز سم شفتوا شفتوا نوع الادابتاشن ده ركزوا بتفرز سم مادة سامة بتخلي طعم اللي يفز الورق وحش قوي الجيراف اول ما تدقه تتعذب فما تقربش ناحية الشجرة دي تاني ده ده structural adaptation ولا behavioral adaptation ركزوا بتعمل ايه كمان ده بتبعت الرسالة لكل الشجر اللي حواليها عن طريق انها بتفرز ريحة حلوة منها smelly message التريز لما بتشم الريحة دي بتفهم ان في خطر حواليهم فبتقول لهم message دي بسرعة فريزوا بتاعكم لحسن في خطر حوالينا فاي animal هيروح عند اكيش تري تانية عشان هو لقى طعم الليفز في الاكيش تري الاولى وحش هيروح يلاقي التانية برضو طعمها وحش مش هيددوله وقت خلوش هيددوله فرصة خلاص كل الشجر تحول لانه بقى فيه poison مت في اين طيب كده خلصنا مين الاكيش تري اتبسطتوا بص يولد بيقول لنا هنا ايه across the atlantic ocean in the amazon green forest of brazil brazil اللي هي البرازيل another umbrella shaped tree rises above the land escape هوريكو الموقع اللي موجودة فيه الشجر دي على الماب اللي قدامنا وبعد كده نكمل احنا الاكيش تري قلنا موجودة في انهي كونتننت في انهي قارة افريكا southern african savannah صح طيب الشجرة الجديدة اللي هنتعلم عنها النهار ده اللي هي موجودة على الماب عندنا هنا موجودة فين موجودة في الامازون rain forest الامازون rain forest موجودة في انهي كونتننت موجودة في ساوذ امريكا بصوا كده هنا تحت على الماب ادي north امريكا ادي south امريكا وهنا جنبها افريكا هنا موجودة الاكيش تري في افريكا وهنا في ساوذ امريكا موجودة الشجرة الجديدة اللي هندرس عنها النهار اللي هي بيقول لنا وهنعرف دوات اسمها وكل التفاصيل خلاص موجودة فين في ساوذ امريكا طيب فين بقى في ساوذ امريكا او اللون الجرين ده مش في كل ساوذ امريكا اللون الجرين ده عند الامازون rain forest بتفقين طيب يلا بقى بينا نكمل التاكست بتاعنا ده ده في الامازون rain forest يا ولاد سهل جدا ان احنا نلاقي مية الrain forest المية فيها كتير ومنتشرة بس الصعوبة في ايه في في ضوء الشمس وإحنا قلنا ان احنا البلانت محتاج والسون والووتر والصائل طيب يبقى دلوقتي البلانت الجديد اللي بنتكلم عنه او التري جديدة اللي بنتكلم عنها مشكلتها ان ايه محتاجة ايه sunlight اما الاكيش التري كانت محتاجة ايه water خلاص طيب growing up to 70 meters tall the k-pock emerges high above other trees يعني ايه يعني على بعد 70 متر الفوق عندنا شجرة اسمها الكيبوك tree عالية جدا 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 طلها حوالي 70 متر بتحاول تطلع مما بين الشجر عشان توصل للايه للsunlight طيب above above other treetops leaves can get torn by the wind طب ركزوا معايا كده شجرة طلها 70 متر طلعت لفوق 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 الwind لما يجي جامد وهي كده متصدرة للwind هي اطول واحدة مما بين الشجر الwind ممكن يعمل لها ايه it will torn by the wind الليف بتاعتها هتتقطع leaves can get torn by the wind طيب نحل المشكلة دي ازاي نأدابت مع المشكلة دي ازاي تعالوا نشوف بصوا كده hand shaped leaves with narrow parts allow wind to move more gently through the leaves يعني ايه الليفز بتاعتها على شكل الهاند كف اليد كده كأن دي صوابع فتحوا كف ايدكو كده وانتو معايا وبعدوا صوابعكو عن بعد هي شكل كف اليد وكأن دي الصوابع وفي gaps فراغات narrow parts اماكن ضيقة ما بين الليف والتانية بتعمل ايه ال narrow parts دي اللاو بتسمح للwind للهوى يعدي مما بين الهوى يغبط في الليفز يقوم قطعها شفتوا الادابتيشن دا قوي جدا طيب تعالوا نشوف اللي بعد سؤال قبل ما ندخل على اللي بعد ال ال hand shaped leaves دي structural adaptation ولا behavioral adaptation سمعاكم structural adaptation برافو عليكم طيب اللي بعد الكيبوك تري uses the wind to send a different type of messages than the akisha tree الكيبوك تري عملة زي ال akisha tree برضو بتبعت messages send messages في الهوى بتبعت رسائل في الهوى عن طريق ال wind بس الرسائل دي نوعها مختلف عن النوع اللي بتبعته ال akisha tree ازاي الم messages بتاعتها instead of keeping animals away بدل ما تبعد الحيوانات عنها the kibook invites bats to come visit its delicious smelling flowers بتبعت ريحة حلوة الريحة حلوة دي بتجذب البات انهم ييجوا للفلاور بتاعتها عشان يشموها كده ويروحوا عندها العملية دي يا ولاد مهمة جدا 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 لنمو النبات هنا مش متكلم عن تفاصيلها وانا مش رح شرح لكو تفاصيل بس هقول لكو حاجة واحدة انه ال plants بتحتاج ان ال bees او ال butterflies او ال bats تروح عندها عشان تعمل حاجة اسمها pollination عملية اسمها pollination ده دوره انه بيساعد النباتات ان هي تقدر تنمو تجيب تطلع سيد بزور جديدة ده اللي هبتقول كل مختصر يعني ال bats دورها مهم جدا 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 عند من غير العملية دي انه البع تيجي للكيب ممكن ال كيب مش تاني يبقى دي حاجة مهمة جدا 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 لها علاقة بال adaptation بس انا مش هدخل معاكم تفاصيل يعني بالتفاصيل بالتفقيل ان شاء الله تبقوا تاخدوها بعد كده خلاص طيب يطار بقى using the wind to send messages ده ايه structural adaptation ولا behavioral adaptation اشتكو انا قبل كده في الاكيش تري هم behavioral adaptation بروف طيب في حاجة كمان the wind also carries the trees fluffy yellow seeds across the forest يعني ايه ال ال seeds بتاعة النبات ده fluffy شبه القطن ال wind لما بييجي على ال seeds fluffy دي بيعمل ايه بينزل ال seeds البذور دي across the forest يعني في الغابة على الارض طبعا ال seeds دي هتكبر بعد كده وتبقى ايه وتبقى كيبكتر مرة تانية لما تنمو خلاص طيب يبقى احنا قلنا كم حاجة دلوقتي قلنا ان هي عندها hand shaped leaves وقلنا كمان ان هي growing up to 70 meters tall كل دي structural adaptation قلنا ان عندها behavioral adaptation ان هي send messages through the air خلاص to attract the bad to eat smelly flower يبقى دولة تقول دول انواع adaptation قلناه تعالوا نشوف اللي بعد كده بيقول لنا ايه how does this tall tree stay upright in soggy soil يعني ايه الكلام ده احنا قلنا يا ولاد ان ال rain forest دي المية متوفرة فيها على طول صح كده طيب تخيلوا لما تطول الوقت المطرة بتمطر المطرة المطرة بتمطر الصويل هيبقى عامل ازاي هيبقى طينة كده زي ما انتم شايفين طيب تخيلوا لما تبقى شجرة كبيرة جدا بالكبر الفضيع وبالحجم ده ومحتوطة في صويل مايع كده طري ايه اللي ممكن يحصلها ممكن تقع بسهولة جدا صح ولا لأ طيب يا طرى ايه اللي بيحمي التري دي انها ما تقعش في صويل طري زي ده تخيلوا كده حطيتوا اي اي حطوا مثلا صويل طينة كده وحطوا فيها اي حاجة اي حاجة حطوا فيها ان شاء الله خياراية وزق الخياراية دي هتلاوها بتقع على طول هي محطوطة في حاجة طرية تعالوا نشوف بقى ايه اللي بيحصل بيقول لنا يعني ايه يا مسدعاء الكلام الغريب ده يعني شكرا جدا للروت العظيم اللي عند الكيبك تري روت اسمه باتريس روت ايه الباتريس روت ده هو الروت فين يا ولاد هي الناس دي وقفة على ايه الناس دي وقفة على الروت الله هو الروت مش بيبقى underground لا اوقات بيبقى الروت above the ground above the surface فوق السطح زي ما انتو شايفين كده بصوا واقفين ما بين الروت عادي جدا ليه بقى لان الروت دي لو كانت under the ground مكتش هتبقى سابتة مكتش هتبقى firm مسكة نفسها لكن ربنا خلق الشجرة دي الروت بتاعتها الباتريس روت above the ground فاكرين دي اسمها باتريس روت فاكرين الاكيش الشطرية عندها نوع روت اسمه ايه؟ مين فيكر وهيقول تاب روت متفقين طيب بيقول بيقول ايه؟ even though they are not planted deeply in the ground على الرغم من انهم مش موجودين معمك تحت الارض the roots begin high up on its trunk الروتس موجودة فوق عند الترانك الروتس والترانك لازقين في بعضهو مش مفرقينهم عن بعض بصوا الروت بصوا الروت ممتد الفين على الترانك طالع على الترانك اتفقنا؟ طيب وبعدين انا تويت منكم او ايو holding the trees the trees securely in place الروت دي بتمسك التري وتخليها فامان ما توقعش if you ever visit a rainforest لو روحنا كده انا وانتو في يوم ان شاء الله رحلة كده للrain forest في ساوذ امريكا ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا you can stand inside these roots تقدروا تقفوا جوى الروت زي ما الاتنين دولة توقفين اهو بعضهم ممكن يطلع على طول خمسة متر فوق الارض شفتوا الجمال؟ شفتوا الادابتيشن وجماله؟ طيب تعالوا نكمل في سؤال وطبعا الحمد لله انا غششتكم بيقول ايه؟ لقيتوا اي بيهيفير الادابتيشن؟ طبعا هتقولوا ايوه مصدوع غششتكم do you think that plants can have behavior؟ فكركوا البلانتز تي عندها سلوك why or why not؟ يلا اشرحوا انتوا بقى انا مش هشرح اكتر من كده يهلا ندخل على البيتج اللي بعد كده بصوا يا ولاد قبل ما ندخل على البيتج اللي بعد كده انا جايبها لكم صورتين اهو دي السافانا southern african savana ودي الامازون rain forest دي ان افريكا ودي ان ساوذ امريكا متفقين؟ شايفين؟ الارض جافة no plants مفيش plants only the acacia tree وهنا الplant كتيرة جدا وعالية جدا اتفقنا والووتر في كل حتة خلاص؟ يولا بينا نشوف البيتج اللي بعد كده قدامي دلوقتي يا ولاد انا فاتحا لكم بيتج سكستين وبيتج سيفنتين وخلي بالكو احنا كده ابتدينا في اكتافيتي سيفن طيب هم ليهم علاقة بعض فانا فاتحاهم لكم قدام بعض دلوقتي عشان تستوعبوا احنا هنعمل ايه؟ جيدوا لكم بقى يا ابطال خلاص انتوا المفروض ان انتوا قريتوا كتير عن الplant adaptation تعالوا نشوف هنعمل ايه think like a scientist هتفكروا زي العلماء بالزبط دلوقتي يلا كل واحد يعمل نفسه علم وقاعد على المكتب وبيفكر زي العلم بالزبط plant scientist plant scientist يعني ال scientist اللي تخصصه انه يدرس بس عن ايه؟ عن انواع النباتات ويستكشف النباتات خلاص؟ وهنعرف دلوقتي اسمه ايه؟ in this investigation في الاستكشاف اللي هتستكشفوه في الاكتيفتي ده you will carry out the work of plant scientists هتقوموا بنفس الدور اللي بيقوم بياه عالعلماء النباتات called potanist 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 عالم النبات اسمه potanist خلاص؟ يعني كل عالم في تخصص معين بيكون ليه اسم عالم النبات اسمه potanist انتو دلوقتي هتعملوا نفسوكو كأنوكو ايه؟ potanist you have just learned about how the roots, trunks, and leaves of two trees have adapted to extremely different environments يعني ايه؟ من شوية في اكتيفتي 6 اتعلمتوا عن نوعين نبات اتعلمتوا ان الroots بتاعتهم والtrunks بتاعتهم والليفز بتاعتهم بتساعدهم ان هم يتكيفوا مع extremely different environments مع بيئتين مختلفين تماما consider what you know about how each part of a plant plays a role in getting the plant what it need to survive ركزوا كده وفتكروا الحاجات اللي تعلمتوها وعرفتوها اللي بتخلي كل نبات بيقدر يعيش اتفقنا دور كل حاجة من الاجزاء دي كان ايه؟ الroots والtrunks والليفز خليكوا فاكرين المعلومات اللي درسناها عن الكيبوك تري والأكيش تري عشان هتستفدوا منها دلوقتي طيب ايه المطلوب منكم؟ what will you do؟ examine the photos for clues that might tell a story about the conditions and the environment where these plants live هتبصوا لصور للنباتات دي 6 أنواع من النباتات قدامنا أو وتحاولوا تستكشفوا الـ conditions الأحوال اللي حواليها ايه؟ يا طرى الـ environment اللي فيها الـ plant ده عاملة ازاي؟ فيها مية فيها مطرة الجو حر الجو برد شكلها ايه الـ environment دي؟ الـ conditions ايه؟ طب هنا يطر شكلها عاملة ازاي؟ طب هنا طب هنا طب هنا طب هنا طب هنا خلاص؟ استكشفنا؟ نكمل which adaptations do you think are critical to their survival؟ ايه نوع الـ adaptation اللي محتاجة النباتات دي عشان تقدر تعيش وما تموتش في الـ environment بتاعتها؟ record your answers in the table هتروحوا للجدول ده اللي هو page 17 وتعملوا ايه؟ وتسجلوا اجابتكم هو جايب لكم اسم كل نبات منهم بالترتيب في الجدول وجي هنا فأول جزء كتب لكم الـ structural adaptation اللي موجودة عند الـ palm tree وعند الـ point tree اوكي؟ والباقي سبك وتستكشفه مطلوب باني اعمل معاكو ايه دلوقتي قبل ما تحلو اجيب لكم صور واضحة جدا للنباتات دي تشوفوها كويس عن قرب عشان تحاولوا تستكشفه خلاص؟ بس هو هنا زي ما قلتلكم ساعدكو في حاجتين قال ايه؟ قال ان الـ palm tree الـ structural adaptation بتاعها اللي هي النخلة اللي زي دي كده قدامكو في الصورة palm tree in a desert عندها thick trunk and narrow leaves عندها trunk مليان كده thick مليان وعندها leaves بتاعتها الورق بتاعها صغير كده جدا ورفيع اوكي؟ طيب انتو هنا المفروض تكتبولو I think this helps the plant to survive because انا اعتقد ان الـ adaptation ده الـ structural adaptation ده بيساعد الـ plant اللي بيعمل ايه للـ plant؟ بيعمله عشان يخليه adapt خلاص؟ طيب هو برضو ساعدكو هنا قالوكو ان الـ pine tree اللي هي بتعيش في الـ snow شكلها اهو عندها triangle shape الشكل بتاعها شكل المسلس اهو اوكي؟ وعندها needles الـ needles الورق بتاعها شكله رفيع جدا عامل زي الدبوس كده هوريهولكو دلوقتي instead of leaves بدل الـ leaves بدل الاوراق اللي احنا متعودين عليها زي الاوراق دي كده اللي في المياه دي خلاص؟ يطار الحكتين دولة triangle shape والـ needles بيساعدوا pine tree to adapt ازاي؟ ماشي؟ اخر حاجة عاملها معاكو دلوقتي هوريكو ثور عن قرب وبعد كده اسبكو تحاولو تكتبو الجدول ده لوحدكم ياهلا بينا اول نبات عندنا هنا palm tree طبعا ما جبتلكوش صورة للنخل انتو عارفين يعني النخل ان هو ايه اه اه شكله معروف طيب بعد كده دي pine tree قال لنا ان هي عندها اه triangle shape في الجدول بتاعنا وقال لنا كمان ان هي عندها ايه عندها اه اه ورق الشجر بتاعها واخد شكل الـ needles مميز كده خلاص طيب ايه اللي بعد كده المنجروف trees insult water المنجروف فاكرين درس شجر المنجروف اللي خدناه في العربي وانتو صغيرين انا الصراحة مش فاكرة في سنة كام في تانية اه خدتوه في سنة تانية شجر المنجروف خدتوه في سنة تانية وعرفتوا ان هو موجود في مصر فين في الـ red sea محمية ايه مين يفتكر اسم الدرس محمية ودي الجمال صح كده طيب يبقى المنجروف ده بيعيش في salt water ركزوا مع شكله ركزوا مع وقفوا وقفوا الفيديو وبصوا للصورة ركزوا مع الـ roots ركزوا مع اللي هو المفروض الترنك عمل ازاي ركزوا مع الشكل كويس جدا استكشفوا هو بيعيش فين الحاجات دي بتساعده ازاي انه يتكيف مع الـ environment بتاعته بلانت عايش في الـ water هيكون محتاج عشان يعيش ها متفقين طيب هندخل بعد كده الليلي بلانت درسنا الليلي بلانت في discover grade 3 وكلنا عارفين الـ adaptation بيادابت ازاي بس ركزوا الـ plant ركزوا مع الـ stand بتاعه ركزوا مع الليفز بتاعته من فوق اللي بيلمع ده بغششكو ليه الليف كبيرة بغششكو اهو ماشي طيب بعد كده جاب لنا الـ acache 3 طبعا عارفينها حفظين شكلها ودرسناها من شوية ودي سهلة جدا هتبداعوا فيها دي مش محتاجين خالص فيها ان انا ايه اديكو اي هند وبعد كده البرباري fig in a desert التين الشوكي التين الشوكي واخدين بالكو يعني عنده ايه عنده شوك مزدعاء دي جميلة جدا بتغششنا واخدين بالكو باي في حاجة عايزة بس اقولكو عليها ان الـ water لو تفتكروا بتعيش في الـ fresh water يعني ايه الـ fresh water يعني المية العزبة في الانهار خلاص طيب دلوقتي هوقف هتوقفوا الفيديو مش انا اللي هوقف انتو هتوقفوا الفيديو وتحلوا في الجدول بتاعكم على قد ما تقدروا محدش يستنى يشوف اجاباتي انتو كده بتضروا نفسكم وبعد كده ارجعوا وكرنوا اجاباتكم باجاباتي اعرفوا معلومة جديدة لو انا ضيف حاجة قولوا لا ده ميزدعاء ما قالتش اللي احنا قلنا ده احنا اشتر من ميزدعاء خلاص يلا بنا اول حاجة قدامنا يا ولاد قلنا لإيه البالمتري النخلة عندها ايه عندها thick trunk and narrow leaves thick trunk thick trunk اللي هو الجزع بتاعها thick تخين كده وال narrow leaves والورق بتاعها ديق كده يا طرى ليه عشان ال desert لما يجي فيها wind جامدة ال narrow leaves وال thick trunk هيحموها من ال damage من ان هي طقع فاكرين لما خدنا من شوية hand shaped leaves with narrow space في مسافات ديقة ما بين ال leaves كانت عشان to protect it from the wind عشان تحميها من ال wind او بالزبط البالم عنده narrow leaves عشان كده وعنده thick trunk الترانك ده تخين كده ومليان مسك نفسه مش رفيع كده وضعيف ويقع يبقى هنقول ايه prevent the tree from damage in a wind storm هيحمي البالم ان هي تقع مع اي عصفة ايه تيجي طيب هنشوف اللي بعد كده قال لنا ايه قال لنا في بتاعة ال pine tree ان هي عندها triangle shape يا طرى ال triangle shape ده ممكن يفيدها في ايه ال triangle shape بيساعدها ان السنوء اللي بينزل في المنطقة دي او في المكان اللي هي عايشة فيه slides بيتزحلق تخيلوا كده شكل triangle اي حاجة تيجي عليه slide بتقوم بتزحلق على طول يبقى the snow slide easily of the shape of the tree يبقى دي ميزة الايه triangle shape طب ال needles ال needles دي ايه عميتها the needles دي مش هتعرفوها قوي لان هي مش باينة مش شكل contain chemicals that prevent animals from eating them يبقى ال needles دي بيبقى فيها chemicals مواد كيميائية اول ما يقرب الحيوان من ال needles عشان يكلها ما بيقدرش ما بيستحملهش فبيبعد عن خلاص طيب المنجروف تري المنجروف تري قولنا بتعيش فين في المية قولنا بتعيش فين عندنا في مصر في ال red sea مالها المنجروف تري عندها long strong roots عندها جزور طويلة وقوية جدا ليه help the plant to hold on in the waves عشان لما تيجي مقت البحر وتحاول تزق الشجرة الشجرة ما تقعش ال roots بتحميها خلاص طيب اللي بعده ال water lily ال water lily اللي درسناه في grade 3 قولنا انه هو عنده flexible stem ال stem بتاعه ده مرن مية كده بيتحرك يمين وشمال ويمين وشمال يطرى ليه عشان يتحرك بسهولة مع المية move the easily with the water so the plants do not get damaged ال plants ما تتكسرش ما تتقطعش بيتحرك بالروح خلاص بسهولة بنرونة ايه كمان الطبقة اللي وريتها لكم في الصورة عاملة زي ايه عاملة زي ايه زي ال wax الشمع waxy leaves الورق كأن عليه طبقة شمعية طبقة شمعية بتعمل ايه keep the water away from its surface بتبعد المية المية لو تجمعت 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 تفقيها ايه اللي هيحصل ممكن تغرق ممكن تموت الليف خلاص طيب كنا اخدنا حاجة كمان في grade 3 بس انا كنتبتغيش هنا ان الستام بتاع اللي بلانت بيقى فيه تحت thorns شوك عشان لما تيجي اي سمكة تفكر كده ولا كده تاكل الستام ده هتتشكف بقها فهتبعد على طول خلاص طيب نروح لشجرتنا الجميلة اللي درسنا عنها النهاردة the trunk بتاع الاكيشة 3 بيعمل ايه عاملة زي الجمل بتعمل ايه stores water to be able to survive during the dry season مش حشرح بقى خلاص بقى زوري وجعني طيب اللي بعد كده البربريفيج طبعا كلكم اكيد جاوبتوا الشارب سباينزي دي الشوك ده بيعمل ايه والهارد والغطا اللي منبره الناش في الصلب ده بيصعب الموضوع على الحيوانات انه هما يكلوه خلاص لو تشوفوا جدا لما بنروح نشتري التيني الشوكي ببنعرفش نمسكه في ادينا الراجل بيبقى مسكه من الحتة دي والحتة اللي في وشها ناحية التانية وبيقطعها لنا بالروح خلاص طيب يلا نشوف الجزء اللي بعد كده الجزء اللي بعد كده يا ولاد وهو page 18 يلا افتحوا معايا page 18 think about the activity هنفكر بقى في اللي درسناه كل ده انتو بتجاوبوا 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 من معلوماتكو عن الادابتاشن what are some characteristics of plants that help them survive دي سهل قوي ايه ان المواصفات بعض المواصفات اللي موجودة في نباتات بتساعدهم يتأقلموا ويعيشوا في البيئة بتاعتهم تعلمنا هكتير جدا اكتبوا اللي اجيبكم اللي بعده adaptations of plants to their environments how are they the same how are they different يعني ايه بصوا بقى compare and contrast معناها ان لما نيجي نقارن ما بين حكتين مثلا انا ميزدعاء مثلا وفي مثلا ميزدعاء مثلا هنقارن ما بينهم لما اجي اقول compare معناها اني بنقول الحاجات المتشبهة ما بين ميزدعاء وما بين ميزدعاء اه ده اللي اتنين نفس السن اه ده اللي اتنين بيشتغلوا في نفس المدرسة اه ده اللي اتنين مثلا محجبات مثلا اوكي بيلبسوا اشارب طيب contrast الحاجات المختلفة ما بينهم يعني ايه يعني كل واحد فيهم مختلف عن التاني في ايه ميزدعاء دي مدرسة science لكن ميز مروة مدرسة math يبقى لما نيجي نقارن ما بين حكتين compare يعني نطلع التشابهات ما بينهم عايز بقى نقارن ما بين ايه و ايه دلوقتي نجيب نوعين من النبات ونقارن ما بينهم ايه الحاجات المتشابهة وايه الحاجات المختلفة خلاص في الادابتاشن how are they the same ازاي هما متشابهين ازاي مثلا هقول لكم مثال لو هتقارنوا ما بين الاكيش تري والكيبك تري ازاي مثلا الترانك بيساعد الاكيش تري تو ادابت وازاي الترانك مثلا في الكيبك تري بيساعدها انه يادابت حال الاتنين متشابهين في الادابتاشن ولا كل واحد بيعمل حاجة مختلفة طيب الليفز يا طرى الليفز بتاعت الاكيش تري بتساعدها هتادابت ازاي طب يا طرى الليفز بتاعت الكيبك تري بتساعدها هتادابت ازاي هل الليفز هنا بتعمل نفس الحاجة اللي هنا ولا مختلفين طب الروتز يا طرى الروتز بتاعت الاكيش تري بتتكيف مع البيئة بتاعتها بنفس الطريقة تاليفة وهكذا خلاص لو حبين تعملوا الكمبير والكنتراست عن الاكيش تري والكيبك تري اوكي انا كمان هدي اجزامبل عنهم دلوقتي وهوريكم دلوقتي حاجة اسمها فين دايجرام هتساعدكم في اللي هتعملوه دلوقتي يلا بنا دا يا ولاد الفين دايجرام الفين دايجرام ممكن تطبعوا الورقة دي هحطها لكم في اول كومنت اطبعوها واعملوا فيها الكمبير والكنتراست هتكتبوا مثلا هنا لو انتوا هتعملوا الاكيشة والكيبك هتكتبوا هنا اكيشة تري وهنا كيبك تري تبتدوا تكتبوا الحاجات المتشابهة ما بينهم هنا في الجزء اللي تقابلوا فيه وهنا الحاجات المختلفة بتاعة التري دي وهنا الحاجات المختلفة بتاعة التري دي متفقين دا اسمه فين دايجرام خلاص دا ممكن يبقى افضل لكم من السطور عشان الدونيا ما تبقاش متلغبطة ويبقى اجاباتكم اترتب يلا نرجع للبيج بتاعتنا اخر سؤال يا ولاد عندنا في بيت جي اتين بيقول لنا ايه what would happen if a plant were placed in a different environment يعني ايه ايه اللي هيحصل لو فيه نبات اتحط في بيئة مختلفة عن البيئة اللي هو عايش فيها تخيلوا كده مثلا مثلا لو الاكيشة تري بدل ما هي موجودة في السادرن افريكان سافانا راحت الامازون رين فورست هيحصل لها ايه مثلا خلاص وفكروا ودوني الشرح بالتفصيل اشرحوا لي ايه وجهة نظركم في الرد بتاعكم هتوقفوا الفيديو تحلوا الاسئلة التلاتة وترجعوا تشوفوا الاجزامبلز بتاعتي يلا بينا قدامي هنا يا ولاد السؤال الاول اتكلمت عمين اتكلمت عمين باسم الشجرة يا ترى دي اني شجرة The Capac Tree خلاص يسيت اكتب لكم هنا اسم الشجرة اللي بتكلم عنا اوكي خلصنا السؤال ده ايه اللي بعده الفين دايجرام انا ما حبيتش داية الدنيا هنا حطت لكم شكله بس هوريكم دلوقتي الحل بتاعه يلا بينا قدامي هنا يا ولاد ادي الكمبير والكنترست الاكيشة تري الكيبك تري الاكيشة تري عندها long roots to reach the water under the surface انما كيبك تري عندها white roots begin high above on each trunk to hold securely the tree واحدة الروت بتاعتها تحت الارض واحدة الروت بتاعتها فوق الارض خلاص اللي بعده tiny leaves that help to hold in water الاكيشة تري عندها الورق بتاعها صغير عشان المية تبقى جوه طيب الكيبك تري عندها hand shaped leaves with narrow parts that wind to move gently throw it انتفقنا طيب ايه الكمن ما بينهم المتشابه اللي اتنين بيبعثوا smelly messages اي نعم اي نعم الاكيشة تري بتبعت smelly messages للplant والكيبك تري بتبعت smelly messages للبات بس اللي اتنين عندهم نفس type of behavior الادابتاشن اللي هو smelly messages اوكي يلا نشوف اخر سؤال في البيتج بتاع بيقولني هنا يا ولاد what would happen if a plant were placed in a different environment لو خدت plant نقلتهم البيئة بتاعته ووديته بيئة تانية it will not survive it won't survive مش هيعيش طبعا ازاي مش هيعيش تعالوا نشوف الاكزامبل ده for example if the habitat of the caipic tree changed to be at the southern african savannah the habitat of acacia tree لو رحت حطيت الكيبك في الافريكان southern savannah اللي ما عندهاش ايه مية الافريكان الساظرن african savannah بتقعد في جفاف dry season حوالي 6 شهور خلاص وشلت الاكيش تري وحطيت مكانها الكيبك تري ايه اللي هيحصل it won't be able to reach the water under the ground مش هتقدر توصل للمية تحت الارض ليه الروتس بتاعتها موجودة فين الروتس بتاعتها موجودة above the ground نسيتو because it's roots above the ground so it won't be able to survive مش هتقدر تعيش لانه اللي نخلي الاكيش تريد اقدر تعيش ان الروتس بتاعتها deep in the ground في عمق اعماق اعماق الارض صح طيب شفتوا السهولة شفتوا الجمال يلا بقى على اخر في الدرس بتاعنا قتمنا هنا يا ولاد activity 8 page 19 بيقول لنا ايه adaptation ورولي بقى التكيف هنا في النباتات دي هيعيشوا ازاي check your understanding and the practice communicating scientific information in writing explain how adaptations help the plants in the pictures survive in their environments شرحونا باللي تعلمتوه ازاي النبات ده يقدر يعيش في ال environment اللي انتو شايفينها دي يا ترى مواصفاتها ايه والنبات ده هيعيش ازاي يا ترى المكان ده شبه انهي environment اخدناه من شوية وده هم نبات ده هيعيش ازاي وقفوا الفيديو وحلوا وارجعوا شوفوا ايجاباتي يلا بنا بصوا يا ولاد خدوها قاعدة كده في الصورة اليمين اول ما تلاقي انت لاقي plants كتير اوي 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 تعرف ان المكان ده متوفرة في ايه الووتر زي ما درسنا من شوية عن rain forest شايفينش الفرق الصورة ما بين southern african سافانا والrain forest كان قدي ايه الفرق بين في كمية الplant اللي في يبقى المكان ده متوفرة في ايه المية طالما متوفرة في المية والنبات كتير النبات عنده صعوبة لان النباتات كتير حواليه عنده صعوبة ان يوصل لايه فوق 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 فو السماء sun light يبقى محتاج ان هو يعمل ايه ان هو يبقى طويل عشان يوصل للsun light يبقى طب تعالوا نشوف الصورة الشمال في ايه اللي حصل ده مكان مفهوش نباتات صحراء جرداء بصوا الارض بصوا مفيش اي حياة يبقى ده المية هتجيله من فوق ولا من تحت المية هتجي من تحت under the ground يبقى النبات اللي قدامنا ده محتاج يكون عنده ايه long roots يبقى the plant in the left has long roots to reach the underground water بس خلصنا كده خلصنا اعرفنا يعني ايه plant adaptation فهمنا يعني ايه animals adaptation في الدروس اللي فاتت المرة اللي جاية ان شاء الله هندرس عن طبق غريب جدا وهو digestive system الجهاز الهاضمي وهعرفكم ساعتها ليه احنا بندرس عنه واحنا عملين ندرس عن adaptation وال survival بس هطلب منك طلب انه في فيديو هحطه لكم لل digestive system الدرس في discover grade 3 واللي عن ال stomach وازاي بنهضم الاكل تسمعوه عشان لما تدخلوا معايا على الدرس الجديد اللي جاي يكون عندكم علومات اتعلمتوها من منهة grade 3 عشان موضوع ما يبقاش دسم عليكم متفقين شوفكم على خير باذن الله هتوحشوني باي باي